اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الإنجاز الأولمبي والتاريخي الذي سجلته مملكة البحرين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس تحقق بالدعم والرؤى الملكية المتواصلة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا وأثنى معالي على الدور المهم الذي تطلع به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملك وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرصها المتواصل على توفير كافة التسهيلات والاحتياجات للرياضيين لحصد المراكز المتقدمة في المحافل الدولية وأعرب معالي عن تقديره لجهود سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية شكرا شكرا